السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوة اخواتاتك داري لبساليكم بخير هنينك راكم زياني يتمنىكم قاعدكم بخير وعلى خير في مما كنتوا تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دياليو مجيز ان شاء الله سنتقسم معكم بركوكش الطريقة الوجدية بطريقة اللي سهلة بسيطة بزاف خاضي تنال اعجبكم بزاف ان شاء الله اللي جربتوها فما عليكم غير تصبح معي الفيديو من اول حتى الاخير باشتوفوا معي جميع المراحل ديالو وقبل ما نبدو الفيديو ديالنا بغيت نقول لكم عواشركم بروكة فقد نتقسم معكم بمناسبة تالعيشورة مهم درسو صراحة نكيجي ووعر بزاف طريقة اللي سهلة وبسيطة فاخواتي منساش كمال عدب الصلصة للحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومحمد وعلى اهلي واصحابي اجمعين ندزو الان الطريقة والمكونات معا بعد يدنا فباسمي لعالة بركة الله فوحد الكوكود او طنجرة كن وضع فيها قطع ديال اللحم كن نخطوك كوح طريف ديال الحم كنقطعوه رقية قبيعة شكل هذا من بعد كن نضع ليش جمع الكبار ديال العدس البندي اللي سبقلين قيته ووصلته ملاح بطبيعة الحال عندي ايضا هنا واحد الكيمياء ديال الحمص اللي ديال كان عندي في المجمد يعني بقى شاعد تكون في المجمد غدي ترتبوه للا كاملة وعد وضعوه يعني لغد من بعد غدي نوضع العطرية او التوافيل غدي نحتاج ان شاء الله معلقة ديال السكنجفير ايضا رس ملقة صغيرة ديال ابزار اللي هي الفلفل اسود من بعد ايضا غدي نوضعو هنا واحد الملقة صغيرة من الخرقوم البندي ثم معلقة اللي كتكون عامرة مزيئة ونزيدها كوح طويل يعني معلقة تقريبة اللي كتكون عامرة مزيئة من سكنجفير والخرقوم بالنسبة الابزار كيكون حارك نوضعو فقط رس ملقة حتى بالنسبة الحميرة او الفلفل الحمرة حتى هيك نضيفه منها معلقة صغيرة اللي كتكون عامرة مزيئة عندي هنا واحد رشيشة ديال الملوين غدائي اللي هو الصفران غدي نضيف منه واحد رشيشة ومن بعد هنا واحد المكون السحري اللي كيعطينا مضاق ولدة لهذه البركوكش هو هاد المعلقة ديال السفن الحار البلدي اللي كيجيوا واعر بزاف البركوكش فاجربوا طلط طريقة اه على حسابي وورد طريق غدي تنالي اجابكم بزاف ان شاء الله كما قدلكم معلقة صغيرة ديال السمنحر اللي كتكون عامرة مزيئة هنتو مدرس معلقة تقريبا وشوية يعطي واحد الماضاق ووعر بزاف صراحة ان كيجي خاطير في الماضاق راما كيجيش حار وخاكت وضعين السمنحر ما كيجيش حار بالعكس غير كيبنان لينا يعني البركوكش هنا غدي نضيف حضر شيشة ديال الملحة اللي كتبقى على حساب الدوقة ديال كله واحد وعندي ايضا هنا نصف كاس خليط ما بين زيت زيت وزيت نباتية غدي نضعه ومن بعد هنا غدي نحتاج تقريبا عندي خمسة ديال الحبات كبار ديال الطماطم او ما تشا اللي يسبق لي غسلتها وحيط لها كاذا كلقع وقطع تطريفات ايضا خدي تحبة كبيرة من البصلاء او البصل حتى ينقيتها وعندي كمية ديال ربيع ما بين القصبار ومعن بلوس والكرافص يعني الربع على ثلاثة ديال انواع كمية ديهم عن بلوس والقصبار والكرافص سفي كلهم غدي نطحنهم في هاد الكاستير خلط الكهربائي اول حاجة غدي نطحن هو الربيع على شوية ديال المضروري ما تسوضعه الماء في الكاستير خلط سفي غدي نطحن شوية بشوية وغدي نضيفه يعني في الكوكوت على ذلك المكونات اللي وضعنا من قبل غدي نعمر الكاستيري غدي نوضع شوية ديال الماء وغدي نطحنهم بعد ما كنوضعه مباشرة كنوضعه في الكوكوت على ذلك الحمص ايضا اللحام ايضا العدس يمكن لكم تزيدو ايضا حتى الفول صراحة انا ما كانش متوفر عندي فضل مرحلة فدائما كنديرو غدي نديرو ايضا تقريبا محل المعرقة ديال الفول نقيا وهو وضعوه فكيجي واعر بزاف من بعد ما كنطحن البصلة وماطيشة صافي غدي نحرك بهذا الشكل هيدا هنا في فضل مرحلة ايضا وضعو شوية ديال الكروية والكبابة صراحة تتحذف ليال مقطع فاش وضعتهم وضعو شوية في كي يبنو بزافة ديال السر ديال بركوكش او ديال الحريرة هو ديال الكبابة يعني صراحة كتبنن وكتزيل لنا يعني سواء البركوكش او الحريرة كتجي وعراء بزاف وكنوضع ايضا كما لحظتم عاجز مع الاقتبار ديال مركز طماطم او ماطيشة ديال الطس ففيكن ستعى الكوكوكو ديالي المدتية خمسة عشرين تقريبا بعد ما كتصفر الكوكوكو وكنحلاليها هنا بالنسبة للبركوكوش وهذا اللي كان نوريكم يعني كنستعملوا هذا البركوكوش هذا الي كان عندكم مفتول بالاعشاب يعني اكتر واكتر ديال كي يكون شوية كالاسود فكي يكون كله عشوب صراحة كي يجيزوين صفي هنا بعد ما كان نحلع القوكوط رضيت الواحد الاناق اخر خليت هكا حتى الدس كتغري وعدك اللوحة كواحد الكيمية ديال البركوكوش اللي دي جاغس لها ومن بعد ما كان وضعوه في هذا الاناق هذا كان نقصو النار فاطل مرحلة هذي كان خليه نار لي كتكون هادئة حتى كان يبقى يعني البركوكوش ديالناي طيب اعلم هالكي في ما كان قولا فدائما فاش ديرو اللي بركوكوش ديالكم حاولو انكم تنقصو النار وتخليوه يطيب على المهل اول حاجة ما كيتشربش لكم يعني واحد الكيمياء كبيرة من المغرق وتاعني حاجرة في السعكيتة يعني كيتطيب على خضره في السعكيتة مرة مرة وطبع اتحال ما هاتت تحرك مستمر باش ما يلسق لكم شاكا في القاعدة يلتم جرى ضروري مرة مرة كتحركو عندما بعد ما كي بديها كا ينسى فاخ كما كتلاحتم معيها في الصورة هذي نخلي حتى كي طيب هنا فد المرحلة راه باقي انا غيك نوري معاكم مرة مرة كنبقى نحرك فيه باش ما كي يلسق ليش هتكاف القاعدة يلتم جرى كف مسبق واتكرت معاكم فهنا فد المرحلة فاش قرب يعني البركوكوش عفوا ندير نايته تقريبا راه واجد فد المرحلة هذي لاحظوا لي بالنسبة لصوص كيفاش كتجي خاطرة وبنينة بزاف واحد لما دقي كي يجي فيها واعر بزاف صراحة كي يجي خاطير كما كتلكم بركوكوش راه معروفة بها المنطقة الشرقية خصوصا وجدة كيديروه بزاف يعني اخد عيش ورا في العيد نبوي الشريف يعني عندهم هذه الاكلة صراحة مفضلة وكتجي بني نبزة فتقاسمتها معكم يعني باسرار هاك في المكان قولوه انتنا تجربوها صوترية فكتجي ارائعة جدا انا اتقدمي في المياه اللي اجربتها بعض طريقة هاتولي ان شاء الله معتمدة عندكم اخوتي اخوتياتي ما تنسونيش مني لايك ما تنسونيش منتعرقكم زوينة المحفزة على الفيديو ايضا اللي ما بشتركش يشترك في القناة واللي كيزور قناتي الاول مرة بقنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة وقناتيكم فعمالك ما تشتركوا فيها تشغلوا جرس باش فقط توصلوا بكل ما هو جديد ما تبقوا لشريف لي لايكا ديالكم تعالكم زوينة المحفزة على الفيديو وانا شوفوا لي بيركوكش دينا كيفاش كيجي اه جدا غدي نزمعكم هكا بواحد الملعاقة لاحظوا لي اياه نصوص كيفاش كيجي خاترة وذنينة ووعرة صراحة خاطرة في الماطق فكيجي رائعة جدا نتمنى من خواتي اخواتي سيتجربوا بطريقتي وصرتوا لي اياه لكومنتا فهي لا بقين كتجادة الوصفة او الفيديو حسنة بقين لكم شكرا لزفعة الحسنة وتابعة وبسلام عليكم مع فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة